بالكام لكن هو حديثنا حديث كل العراقيين ودائما أنا أقولها حتى مشاهدين يمكن بعض ما يعرفها وكل يعرفها حديث بغداد هو الغاية منه طرح المشاكل والخروج بحلول حقيقية سأن تخدم المواطن العراقي أو تخدم الجهات المعنية المختصة بأي موضوع اللي احنا مختصين بي كش تقول على طار المواقف قبل لعنس قبل مواقف الأطباء أريد أن أذكر فد مواقف فد فئة محددك اللي هي الرياضيين اللاعبين المنتخبين الوطنيين دورهم كان كل شيء كبير خصوصا ببداية الأزمة أنا بصفتي خذت الموضوع شوية خارج الناس رياضي رياضي ويعني وسائل التواصل لاجتماع هذا الإعلام الإلكتروني دور اللاعبين المنتخب كان كل شيء كبير تواجدهم بالساحات والكمامة ومشاركتهم بالستوري ماذا حفزهم ناس ما بعدها دخول المنتخبنا بمباريات مباريات التصويرات كأس العالم مباريات كأس الخليج خلال الشعب يلتف أكثر حول المنتخب هذا الشعور بالوطنية تحس يتعمق الضعاف بيوم لعبة المنتخب حتى الحضور بالساحة حتى قيمة العلم ما يكون اللي تشتري من المكان ترتفع سائرة بيوم لعبة المنتخب فما ذكرت لعبي المنتخب حتى يمكن الحركة بعد الاحتفال ما الهدف كحديث بغداد ذكرنا الكل ما نسينا أحد وما رح نسى أحد وأنا دائما نقولها ومن هذا المنبر أي شيء يعني هذا منبر كل العراقيين كل العراقيين اللي عنده حديث ومكان عنده رأي ومكان عنده مفردة تخدم المواطن العراقي وتخدم مصلحة العراق فهذا المنبر مفتوح إلى كل العراقيين بدون استثناء وبدون أي طائفة طائفة